نحن على مشاريع بداية النصف الثاني من عملنا في الحكومة يمكنني التأكيد أمامكم بكل افتخار أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها فالمملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكرهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني القطاعي خلال الفترات السابقة فإرساء جيل جديد من الحوارات الاجتماعية في القطاعات الستراتيجية ممكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية والتوصل إلى حلول جدرية للملفات التي ظلت عالقة وقد أفضت هذه الجوالات الحوارية في قطاع التربية الوطنية إلى اتفاق توري بين مركزية النقابية الأكثر تمتيلية والحكومة وفي ضرفها اقتصادية ومالية صعبة وهو التتويش لمصار إيجابي مؤثر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الثرقة فالحكومة كانت تحدوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والتقاء المتبادلة بين جميع الأطراف والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المتكازات التي رسمتها الحكومة لمستقبلي المدرسة العمومية